بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهل أينما كنتم يوم تفسح فيه الأحلام عن نفسها إبراهيم أهلا بك يا أشمانس أهلا بكم أعزائي المشاهدين وهي بالفعل لحظات تاريخية لحظات تاريخية خالدة في عمر النادي الأهل الطويل وهو يحتفل بالمئة واربعتاشر سنة إذ به اليوم يحتفل بحدث تاريخي كبير عشان كده كان من المهم أن يكون معنا ضيف على مستوى الحدث الكاتب الصحف الكبير الأستاذ حامد عز الدين أهلا بك يا أستاذ حامد أهلا أهلا أنا والله أنا شايف يوم تاريخي من أكثر من مفهوم من أهم المفهيم أن يجتمع مع أيقونة النادي الأهل المهندس عد القياه للصديق العزيز جدا أستاذ أبريل منيسي على مائدة واحدة أما الثاني فهو أن التاريخ يفتح صفحاته اليوم كما فتحها من قبل كثيرا للنادي الأهلي لكي يسطر فيها سجلا ذهبيا لإنجاز ذاته أليست مفارقة ورائعة أن يتزامن فكرة إنشاء هذا الأستاذ الحلم الحلم بكل ما سنقول لكم إزاي هو حلم ليه وصعب ليه ولكن الأهلي مش بتاع الصعوبات مع ذكرى 114 سنة لإنشاء النادي الأهلي أن أيضا ينشأ هذا الكيان اللي حيبقى نقطة التحول بالنسبة لنادي الأهلي كما طبعا البداية لازم تكون نقطة انطلاق مش نقطة التحول بالتأكيد بالتأكيد وفيه مناسبة تانية اقتربت هي مرور يعني 6 مايو هي ذكرى وفاة المايسترو صالح سليم اللي كان استاذ كبير يليق بالأهلي حلم كبير من أحلامه وها هو يتحقق هو يمكن برضو حتة تاريخية كده طبعا الفكرة نشأت في ظل رأسة الكابتن صالح سليم من يبقى لنا حاجة في الشيخ زايد وكان معتبرها قضية كبيرة وشخصية لدرجة أنه كان على خلاف حد جدا مع وزير إسكان الأسبق سليمان اسمه إبراهيم سليمان إبراهيم سليمان لما قرر نقل مقر نادي الأهلي من مكانه القديم أمام دار الفؤاد ولغل تخصيص لدرجة توصلة أن كابتن صالح لما افتتاح يا إبراهيم لا تذكر الحمام السباحة المجمع الإولمبي التالي المجمع الإولمبي نمى إلى علم رحمة الله عليم أحمود سنجا وكيل الوزارة إن كابتن صالح حيدعو ما قولينا العرب حيكتفي بهذا مش حيدعو الوزير طبعا كان موقف صعب جدا اللي مزعى لك يا كابتن قال له إزاي تسحب مننا أرض أكتوبر للمجرد أنه قرر أنه يعني الأرض دي قويسه عايز يعمل لها نشاط تاني ففي نفس اليوم يصل الجواب إلى النادي الأهلي بتخصيص المكان الجديد الرائع للحقيقة يمكن ربا ضارة النفعة أن يجيبك على الطريق الصحراوي عشان يبقى عندك يعني منطقية في عمل الاستدهن شكرا